المتحذب اسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان مساء خير يا سيد سفير أهلا مساء خير يا فن إزاي حراك يا فن إزاي الساح يا فن تحياتي لحضرتك وليسادي المشاهدين أشكرك يا فن لقين حل للمنظومة بتاعت التغذية المدرسية فن بالتأكيد يعني هو طبعا بعد ما أصيش في فترة سابقة عن أن في اشتباه في حالات تسامم وخليني أوضح الحراكة أنه ما يمكنتش حالة تسامم واحدة ولكن بعد حالات اشتباه يعني وده الحكومة ارتقت أنها تقوم بمراجعة إجراءات منظومة التغذية المدرسية بالكامل والحقيقة أنه تم التواصل إلى بعض الإجراءات الجديدة بعد تغيير في سلوب التوزيع بنهدف من وراءه أنه زيادة تأمين زيادة دمان الجودة تكون المسئوليات واضحة يكون النظام عملي ويصعب يعني يكون فيه آليات سهلة يصعب أنه يكون فيه غش يعني يكون فيه آليات سهلة للجقابة والمتابعة أي يعني تعليمات الدكتور مدبولي النهاردة يا فندم في مسألة التغذية المدرسية لا يعني هو النهاردة كان فيه طبعا عرض لما تم التواصل إليه خلال الفترة اللي فاتت يمكن نقدر أن نقول نقطتين مهمين أولا أنه التعاقد مثلا يتم مع شركات كبيرة بحيث أن المسئولية تبقى واضحة التعاقد يبقى بشكل جماعي أن يكون فيه المورد هو المسئول عن التوزيع لحد المدارس بحيث أنه ما تبقاش الوجبة بتنتقل من يد إلى يد إلى يد فيه بعض الإجراءات اللي تم اتخاذها علشان نضمن أنه النظام يحقق الهدف المطلوب منه والنهاردة كان فيه استعراض لكل الإجراءات اللي تم اتخاذها وعرضها وبحيث أنها لما تتحط في السيغة النهائية خالص وده إن شاء الله في القريب العاجل يتم يعني عرضها على آه يعني النهاردة ما فيش قرارات سعد سعفين النهاردة كان استعراض للملف ومحاولة لفهم طبيعة ما يحدث يعني لا مش محاولة لفهم المحاولة لفهم دي تمت في السابق النهاردة كان فيه الصيغة يعني الشبه النهائية للموضوع بحيث أنه يتم عرضه ويقراره بشكل نهائي إن شاء الله في المستقبل القريب شكرا جزيلا السفير أشرف سلطان متحدد في اسم رئاسة الجمهورة